أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تميز العلاقات التاريخية بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الهندي في قصر الاتحادية وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت مناقشة صبر تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية إلى جانب التوقيع على إعلان مشترك لرفع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند الذي يقوم بزيارة دولة إلى مصر هي الأولى من نوعها وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة أكد خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى أفاق أرحب في مختلف المجالات خاصة من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين حيث تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في عقاب زيارة الدولة التي قام بها السيد الرئيس إلى نيو ديلهي في يناير الماضي وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين قاما عقب انتهاء المباحثات بالتوقيع على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية شراكة استراتيجية بين اثنتين من أقدم الحضارات في العالم شراكة استراتيجية يتطلع الجانبين لإعطائها مزيد من الزخم ويقوم فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وضيفه دولة رئيس الوزراء الهندي نارين درامودي بالتوقيع على اتفاقية بشأنها الآن وتقديراً للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة لشخص رئيس الوزراء الهندي نارين درامودي يتفضل فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنحه قلادة النين اشتركوا في القناة